السلام عليكم وحمد الله وبركاته معكم أخوكم عبدالله الحبشي في انطباع الانيمي كو 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 يعني شوفوا أصعب ما في الانيمي ذا اسمه الصراحة يعني ما عارف تعيه لما تذكر الاسم كأنك دجاجة ومن جد ما يدي شرون يعني كو 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 أو كو ما أدري كيف ينطق صراحة اللي يعرف كيف ينطقه هو النطق الصحيح للانيمي ذا بليز لانا بيخش في انطبعات أسبوعية فرجاء رجاء رجاء رسل لي اسم الانيمي ذا أو بنسميه انيمي الزمن أو انيمي جوري على اسم البطلة صراحة الانيمي اسمه سيء ما عارف يتكلم مع الاسم ذا بقول لواحد تابع الانيمي فلاني ما قد أقول الاسم أكتب لها كتابة توهقنا على الانيمي طبعا هاي رح يكون أول انيمي يعني أمسكه كأنطباع فأتمانكم تكون خفيفين عليه شوي بتشوفون أخطاء كثيرة يعني في الانطباع وبتشوفون أشياء يمكن أو زلات أنا أو كلجات يعني ما كن منتبه لها في العادة تكون حلقات المانجية عرب من اسبوع لسبوع لسبوع لك هم مرة بمسك شيء اسبوعي وانيمي يعني مو مانجا المانجا اسهل شوي طبعا في الانطباع هذا رح تكلم عن الحداث من الحلقة الأولى إلى الحلقة الخامسة هي الحلقات اللي نزلت الان بعد كده رحط لح التساؤلات اللي جت معي طوال هذه الخمسة حلقات طبعا القصة كالتالي جوري وعائلتها يعيشون حياة عادية جدا 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 مصاريف ومشاغل وزي أي عائلة يابانية تقليدية إلى أن جاء يوم من خطفه وفيه اثنين من أفراد عائلتها في ذاك الوقت كان مقصود بعملية الخطف هو جوري نفسها لكن تغير الموضوع بزيادة من خطفه واخوها لأن حتى المجميلة ما جوا بمسكون الطفل والأخ نفسه هنا هم في حالة الاستدامة بينهم بأنفسهم بمسألات الفدية ومسألات الوقت أنه ما في وقت قدمنا كم ساعة عشان نلبي هالمبلغ والأبو يحاول من جهة ويكلم الأم من جهة والجوري محيوسة من جهة مو بعرفين شي يسرون بحياتهم هنا الجد تدخل وقال تعالوا معي عندي لكم شي وطلع لهم حجر غريب وقام جرح يده وبدأ يعصر في الفاتحة حقية الحجر وبعد كده طلعت أرواح غريبة طلعت زي الزوبعة الزمنية وصاروا بدون تحركوهم في توقف الزمن يعني تعرفون المكان اللي يكون لك في الزامة كان يعني لا أنت في زمن معين ولا في مكان معين أنت قاعد تتنقل بين فتحات الزمن أو بين جدران الزمن طبعا هم راحوا أحساس يخلصون اللي هو أخ جوري وولدهم الصغير بسبب ولما اندخلوا ذلك الغرفة لقوا العصابة كلهم موقفين على الحركة ولا حق يتحركوا ضربين الأخ ضرب مبرحي المشهد كان جدا يعني يحزن بالنسبة للشخصيات فأخذوا عيالهم وهم جايين يطلعون لقوا في ناس يتحركون زيهم هنا الوضع قلب شوي يعني conflicted يعني الوضع بدأ يتعقد زيادة مين ينذولي ومين جو ووش السالفة حقتهم وعشان يتعقد الوضع زيادة وسط الزخم حق المشاجرات هذه كلها واحد منهم واحد من المجرمين حاول أن يقتل الطفل الصغير اللي أصلا كان عاجز على الحركة وسط تحذيرات من أتباعه ومن أصحابه أنفسهم يعني كانوا بيتكلمون عن شيء مثل الحارس أو مثل الشخص اللي بيقوم بحماية الناس الموجودين داخل المكان هذا وتظهر يد عملاقة وتمسك راس هذا المجرم وتفجر راسها خاصة منفجر هنا حتى جوري وجدها وصدمة ومين مخلوق الغريب ذا وعشان تزيد اللحسة لحسة جد جوري يمسك جوري واستعمل انتقال آني أنا هنا وقفت شوي شلون كيف انتقال آني مفروض يكون مسلسلة شوي واقعية وشي زي كذا أو يعني في مو جد تقيت انتقال آني هذه لكن راح نتكلم عنها بعدين وطبعا جوري وجدها نسو الأبو هناك فمسكوا العصابة هي تتبين معنا عشان نفككم من هاللخبطة اللي صايرة بعض الأمور الأولى اللي هي الانتقال آني ذا كان كل شروع تقيمها في الحق الثالثة أو الرابعة الانتقال آني اللي سواه الجد هو بإني أركز على مكان وأرغب بالانتقال إليه وهذه طبعا يحتاج فترة طويلة من التدريب في المكان هذا اللي هو الزامة كان يعني اللي فيه أثناء توقف الناس فهذه دلنا أن الجد دخل أكثر ممر لكن الجد نفس نبه جوري وقال أن المفروض أن نحن ما ندخل كثير إلا في الأوقات الضرورية وضلات مملحة يعني الحجر ذا أو الكنز ذاكة عند عائلتنا من زمن بعيد ولكن طبعا ما كان أحد يعرف سره إلا الجد وحده حتى جد قال نتعلم بعض الأشياء من جده فسألت جوري عن الشخص اللي هو يعتبر الحامي أو المرسول فهنا جوا بالجد وكان عنده فكرة أو تصور عن هذا المرسول بأنه يعني عبارة عن أسلافهم أو أشخاص كانوا موجودين هنا وهذا الكلام طبعا طلع صحيح فيما بعد أنه مشخص كانوا موجودين هنا لكنهم عين يتأثروا بالفترة هذه أو بسبب طول بقاءهم هنا تحولوا للشخص أو للكيان هذا جاء جواب من طبعا زعيم العصابة لأن السؤال في نفس اللحظة عن هذا المخلوق اللي هو يسمى المرسول فتكلم أنه يعني عندهم زي الكتاب المقدس وهو اللي ذكر هذه الأمور في الكتاب المقدس هذا ذكر أن هذا المرسول أو هذا المخلوق هو اللي يوقف عمية القتل إزهاق الأرواح داخل فترة التوقف هذه اللي هي فترة جدارة الزمن لأن في ناس مثلا ما قد تحركون زي جوري جدها ولا زي العصابة والجماعة اللي معهم فهذا المخلوق هو اللي يحمي هؤلاء الأشخاص اللي ما قد تحركون في حالة لو أراد شخص قتلك ونفعمية التوقف هذه ما يقدر يقتلك لأنه صار تحت حماية هذا المرسول أو هذا الكيان وكان في ملاحظة لحظة زعيم العصابة جدا مهمة اللي هي أن هذا الكيان في كل مرة كان يعني يتبخر جزء من جسمك كل مرة يطلع أصغر من المرة السابقة طبعا كان فيه سؤال مهم ينطلح علينا كلنا اللي هو كيف العصابة قاد تحرك أو كيف الجماعة هذه اللي مديها الجماعة الدينية أو لا قاد تتحرك في الفترة هذه فتجدارة الزمن طلع عندهم حجر ثاني وين يجي الشخص تساؤل يعني كم حجر موجود بالضبط يعني كم عددهم الأحجار ذي ولا هي حجر معينة ولا ما أخوذها من مكان مقدس في اليابان أو وش وضع الأحجار ذي ليش قاد توقف الزمن وكم حجر موجود وكيف ترقيت تشغيلها فيتضح معنى أنه عنده في كتاب المقدس أن الحجر الرئيسي اللي هو حجر العائلة اللي معه جوري هو اللي إذا تفعل يمديهم يفعلون الحجر اللي معهم فهي هاسب كان يرقبون بيت جوري وبيت عائلتها فيقولك الحجر الرئيسي أقوى من الحجر الفرعي وراح نلاحظ الشيء هذا مقدما في بداية الحلقة متكمل حلقة الخامسة طبعا بعكية تستمر الأحداث ويحاول الجد وجوري أنهم مجدون طريقة بحيث أنهم ينقذون الأب في نفس الوقت روحون البيت يخذون الحجر لكن للأسف لما راحوا البيت عشان يخذون الحجر كان في مجموعة من العصابة موجودة هناك جوري والجد في ترقو فالطرق جوري راحت للبيت والجد راح عشان يجي يشوف اللي هم كان العصابة ففي الفترة اللي جوري كانت فيها موجودة في البيت اكتشفت أن في ناس هناك كانوا موجودين في البيت في ذاك الوقت حاولها ولا أشخاص أنهم يكتلونها لكن جوري في ذاك الوقت فعلت قدرة غريبة جدا وكان يجيها فلاشباكات أنها كانت موجودة في المكان هذا قبل كذا القدرة اللي عند جوري كالتالي أنها متحول عينها للون الأبيض يضربت أي شخص فإن الروح اللي دخلت فيه وسمحت لها بالحركة داخل جدار الزمن تطلع وتمشي خلاص تروح في حال سبيلها ما دي هتخشف شخص ثاني من عائلة جوري لازم ولا تطلع تهجور كذا في لا مكان فلما ضربت الشخص الأول راح تروحها ودخلت في أخوها لما ضربت الشخص الثاني راح تروحها ودخلت في ولدهم الصغير فكذا قدروا يتحركون أنا ما فهمت الطريقة هاي بالضبط وديني الانمي يشرحها لنا أكثر أو اللي عنده فيكم نظرية أو توقع معين عن الحركة هذه اكتبها لناحة تحت في الكومنت عن الأرواح فقط تروح لعائلة جوري أو أنها تروح لأي شخص كذا عشوائي وإذا كانت لا تروح لا هنا ولا هنا وين تروح الأرواح دي بالضبط طبعا الحدث هذا خلأ أغلب رجال العصابة يوقفون في مكانهم مبعرفين وش اللي صاير بالضبط وفي القسم اللي فيه الجد لما كان الجد يتحرك ويشوف مكان العصابة لاحظوا أنهم ينقبونهم بالضبط حتى لحظة تفعيلهم للحجر كانوا ينقبونهم بكل حركة وهذا يبين أن العصابة فعلت حجرهم في نفس الوقت اللي فعله فيها عائلة جوري حجرها طيب الآرحة تكلم عن نقطة جدا مهمة الآرحة كان عن نقطة جدا مهمة ظهرت في الحق الخامسة وكان لها تأثيرات محرقات الأولى يعني كان فيه تبعات قبلها اللي هو ماضي عائلة شوكو مجيمة شوكو مجيمة أصلا تواجدها مع العصابة غريب حتى في غنية البداية على فكرة الأغنية مرة رهيبة والله علي ما عجبتني تواجدها مع العصابة كان جدا غريب يعني وش جاب ذا بنت أصلا بنت شوف البنت هاي تعافها شخصية استثنائية لكن اللي ما توقعتها أن المجرمين اللي مح برضو يكون شخصية استثنائية صراحة كان تفكيرهم جدا منطقي وعقلاني يعني اللي قاعد يصير ذا احنا لازم نشوف الحل هل بقاءنا هنا رح يأثر علينا أم لازم نرجع ولا شي نسوي بالضبط وكيف أننا مثلا اثنين هم معجبين فيها لا سايكو ولا الثاني فقامت مجيمة تحكينهم القصة أو شوكو مجيمة تحكينهم القصة اللي صارت معها ومع أهلها يعني ما تقول فتحت لهم قلبها وقالت لهم وقالت لهم أنا هنا عشان أبحث عن طريقة أنقذ فيها أو أساعد فيها أهلي وقالت أهم شي إنكم ما تيأسون من إنكم تطلعون من هذا العالم خلكم أمل كبير في الحياة طبعا جابونا إياها أيضا أنها قاعدت مع عائلتها في فترة من الماضي وكانت طفلة صغيرة وكيف أنها كانت تضارب مع أخوها وزي كذا على لعبة وعلى حجر وشي هذي كلها عطت أخوها الحجر وأخوها كان يبكي فيجيب لك في الفلاشباك هذا نفسه إن جوري وجدها فعلوا قدرة حجرهم الرئيسي في نفس الوقت دخلت دمعة أخوها الصغير داخل فتحة الحجر وبكذا توقف الزمن كلهم فدخلوا في فترة تجدار الزمن وفي لا مكان وبعدها هم نازلين للعالم كلهم متوقف صاروا مثل عائلة جوري وهنا فيه تساؤل غريب يعني هل الحجر لازم يتفعل عن طريق الدم ولا عادي يعني زي إخوه وإخوه وحين شوكو ماجين ما فعل عن طريق الدموع بالصدفة بعد وهذا تختلف فترة الشخص مثلا يفعل عن طريق الدم ولا عن طريق الدموع أو عن طريقة ثانية بالفترة الحجر الرئيسي يعني فيه أشياء كثيرة لازم يوضحونها في الإنمي هذا صراحة واللي صار لها كان موقف جدا محزن يعني يتخيل أن أبوها وصل درجة اليأس والحزن فجأة بدت تطلع الخيوط حق تروح من حولها بدت الأم تمسك الخيوط تبيتعرف هل هي ملموسة ولا غير ملموسة طلعت شيء مون ملموس فجأة أبوها أخذ إلى السماء بدأ يتحول مثل المرسولين هؤلاء الأم حاولت تهدي الأطفال أنها حست أن اليأس هو السبب في هذا الشيء لكن الأم أيضا وصلت إلى مرحلة من اليأس أنها أخذت الطفل الصغير قام يركض ويصيح في الشوارع ومتاية وما لقى أحد أن يهديه في النهاية راح مع أمه وأبوه هنا يجيبك المشهد يخي مشهد محزن لما تشوكه ومجين ما قاعد تمشي وتصفق في السيارات وواحد يرد عليها وصلت محلة ملياس جدا قوية كان بتصير مع أهلها لكن فجأة كذا قابلت جوري فيس تو فيس طبعا دافع جوري صراحة كان دافع جدا غبي يعني بينا قد إيش استهتر هذه العائلة وهذا فيه تناقض بتكلم عننا في نهاية الحلقة عن الأشياء اللي مني فهمها في المسلسلة ذا صراحة كان جوري جاية ومحة كلبها وقالت لا يعني غريزة الأطفال غريزة أنانية يعني إذا أنتوا تحركتوا فكلبي راح يموت فضربت اللي هي مجيمة حرفيا هي أنقضت حياتها لكن من دون قصد تبتت مجيمة ووقفت على الحركة وصالت زيها زي ناس عدين لأن الروح اللي فيها طلعت اللي روح تخذت حركة طلعت وللأسف إنه ما كملنا وش صارع لما جابت لأشباك عند الجد اللي هو جد جوري جاب لك إنه قام يركض ويلاحق جوري وهو على فكرة الشخص الوحيد اللي الآن شفناه اللي ضربته جوري وطلعت منه روح الحركة ومع كذا قدر أن يتحرك مرة ثانية لأنه عارف إنجوري ما حصلت توقف القدرة هذه ويقولون كلهم محبوسين في القدرة هذه إلى الأبد إنه إنجوري تتحول أو يصير لهم شي ثاني لكن ودي عارف لما نحصلها الجد وكمل الفلاشباك وش صار بالضبط هل في أشياء صاد داخل الحدث هذا لأن واضح الحدث هذا يعني فيه أشياء كثير مبنية عليه داخل القصة طيب نجي لبعض النقاط اللي أشوفها سلبية وبعض اللي أشوفها إيجابية في هذه الحلقة الأشي الأول شخصية الشرير شخصية الشرير كانت جدا رائعة درجة أنه ما كان متهور ولا كان غبي وكان يعني مؤمن ببعض الأشياء الموجودة في كتابها المقدس كان مؤمن فيه أشياء أخرى خاجة كتاب المقدس لما جت مجيمة وكلمت على أحداث الإصالات وعلى المرسول اللي ظهر قدامه وانطلع عندنا شخص بدأ يفكر فيها إيه شخص هذا كان قاعد يصغر حالا طلعنا أكثر مرة وكان يصغر كل مرة لكن هل هو وقف أو لا ولما جايبي يقتل ذاك الشخص اللي كان متوقف قال لابد من نية قتل فحاول يطعنا مرة ثانية فاطلع لها وحش صغير هنا في لفتة جدا مهمة لما الخوية ذاك قال لها واضح نية كان ضعيفة جدا قال لي يا أهبل لو أن هذا الوحش موجود من الأساس من البداية كان طلع في مرات سابقة قبل يعني النية هذه كانت موجودة عندي قبل فمفضل هالوحش يطلع قبل كده فهذا مخلوق جديد طبعا القائد كان ذكي ووقف عن عمية القتل كان بيسويها وريح واستراح لكن المشكلة في التابع الأهبل اللي معاني يحاول تعدى هذا الوحش طبعا ماجي مشوكو لاحظت أن الوحش هذا هو أخوها الصغير لما حاول المجرم أنه يقطع أو يبتر يد الوحش يد المرسول هنا تدخلت اللي هو أم ماجي مشوكو وضربت هذا الوحش ضربت هذا الرجل ضربت صفقته في الجدار ضربت راسه صفقته في الجدار ورجع مرة ثانية بعدين طاح الراس في يد أبو ماجي مشوكو وفعصة كده صراحة مصح ذلك الأدب كان قاعدة بداية المسلسق صراحة زين نمت ولكن في شيء غريب هنا ليش أجساد عائلة ماجي مشوكو مش كاملين هل يعني الشخص اللي يكون كامل هو الشخص يطاع من الحجر الرئيسي أو لأنهم يعني يفعلوا حجر عن طريقة دمعة لاحظنا الأبو بس مجرد قفص صدري ويد والأم كانت عبارة عن نص جسد يعني يد ورجل وجسم بس أما الطفل الصغيف كان له يدين يعني ما فهمت يعني ليش يعني تخولهم مكان كامل أو لأنهم ما تحولوا من زمان أو هل كان يأسهم مش قوي يعني وش الأشياء اللي يستند عليها تحول الشخص إلى وحش هل هو فقط اليأس كمية اليأس أم في شيء ثاني له دخل بالموضوع لأن زي ما لاحظنا الشخص اللي كان قبل اللي طلع قدام ماجي مشوكو ومجرمين في بيت بد عائلة جوري كان ضخم جدا كان كبير يعني ظهر ثلاث مرات ويا الله صغر فوش الأشياء يعني اللي مبني عليها تحول الشخص إلى مرسول أيضا الشي اللي يجي في البال موين جابوا الأحجار هذي واضح حصوه عليها كان سهل يعني ماديش الواضع يعني عائلة شوكو ماخذين حجر وعائلة والمجرمين ذول عندهم كتاب مقدس ماخذين حجر وعائلة اللي هم جوري عندهم حجر موين يجبون الأحجار هذي موين يجبون الحجار هذي من جد الشي الثاني اللي معانا الحين واللي هو أنا مستغرب منه صراحة اللي هي قدرة الانتقال الآنية اللي قدرة الانتقال الآنية تعتبر قليتش داخل الحدث صراحة والفكرة اللي يطلحها الجد نطلع ونطفي القدرة حق الحجر رئيسي ثم نتجع ونأخذهم طيب ليش ماسواها من الأساس ليش لازم أجيب العائلة كلهم عشان نطفي الحجر يعني هل الشغل الحجر هم لازم نفسهم من يطفونه ولا يعني لازم يكونوا كلهم متواجدين ويطفون الحجر شان يرجعون مرة ثانية ويأخذون اللي هم المجرمين يسلمونهم بالشرطة يعني أنا ما يفهم فكرة الجد يعني كاي مديك ترجع عنده جوري مديك تطفي الحجر تطفيه وترجع مرة ثانية تشغله وتأخذ عائلتك تحطهم مرة ثانية هنا الموضوع صحيح أنه بتععب لك أقل شي بتفتك من المجرمين اللي حقونك واللي عبر عنها الجد بالقفزة عبر الزمن يعني نقدر نخليهم نحبسون هناك ونسوي مسار ثاني بالإضافة لقدرة الجوري الغريبة هذي يعني كيف اكتثبتها ومنين اكتثبتها وانتي الكاتب أو الإنمي يشرح الشي هذا مستقبلا بالإضافة إلى أن القدرة فوق ما هي قدرة قوية يعني ما ندري الآن هل لها تأثير جانبي على جوري أم لا يعني لاحظنا في المرأة الماضية أنها ما كانت تذكها وش صار معها وهي صغيرة لما ضربت مجيمة شوكا وغيرها فهل هذي قدرة تأثى على ذاكرة جوري أم يتأثى على حياة وجسدها بشكل عام الشي الثالث اللي هو مسار الأرواح يعني فوق ما هي الانتقال آني والقوة اللي عند جوري الأرواح اللي يطلعك من شخص تخش في عائلة جوري ما أدي هل هي تخش فقط في عائلة جوري ولا تدخل في أي أحد بشكل عشوائي أم منها تذهب إلى السماء كذا ثم تدخل في عائلة جوري ما تخلت في الأم اللي هي أم جوري ما يمجنها كانت في السمبر ماركت وهل زعيم العصابة أيضا عنده قدرات زي قدرات الجد وإذا عنده قدرات ما استعمالها لحد أحيان الله هديه بعد يعني ها في شي مذكور في كتاب المقدس إنه يمديس تعمل أشياء داخل هذا الطور داخل يعني إجدار الزمن وفي أي سلبية ما أعجبتني صراحة في الانمي اللي هو الشرح الشخصيات في الحلقة الأولى لما كان جوري يتكلم أخوها أختك اللي عمرها كذا عشان يجيب المدرمين فهب؟ يعني الشرح كان جدا سيئ صراحة ودينا إنهم جبوا بطريقة ثانية يا أخي راح يجب والد أختك وخلصنا لقد تقولي لي عمرك وعمر فلان وعمر فلان وعمر اللان يعني كانت تقديم سيئ في ذيك الحلقة صراحة ولكن يظل الانمي جدا رهيب وجدا يطع تساؤلات جدا كبيرة يعني رغم أننا يعني يطالب تفسير منطقي لها أننا خايفين يكون تفسير شي كذا من الكيس من الكيس بيديا بعدها تتعب صراحة يعني حتى يدي أنا حد حين أعرف الجد كيف خذ القدرة اللي هي الانتقال آني أو كيف تعلمها بم معقول أن التركيز في مكان معين فقط هو السبب أكيد في شي ثاني وإذا ما في شي ثاني ف وش تأثيرها على الجد؟ النبطة السلبية الثانية اللي ما عجبتني وسط زخم الإيجابيات هذا كله اللي هو كلمة الجد لما قال هنستعمل حجر ووقت الضرورة أو أوقات الحرجة طيب أن تستعملت عشان كلب جوري الميت بالله هذكر ووقت حرج حاجة ما تنفهم صراحة هنا في مستيك في الموضوع في مشكلة وإلى هنا نهاية حلقتنا أتمنى الانطباع هذا يكون حاز على إعجابكم وذكركم ترضى انطباعي الأول إلى هنا نهاية حلقتنا وأتمنى أن الانطباع هذا يكون نال إعجابكم يكون وقته جدا مناسب لكم وكما عودناكم دائما سبحانك اللهم بحمدك شهدون لا إله إلا أنت أستغرق وأتوب إليك أنا عارف أني اختصرت كثير 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 من أحداث هذا المسلسل الرهيب لكن الأسف يعني الوقت ما سعفني أني يغطي من بدايته ما أني كنت أعرف أنه صراحة وإيفرغاردن بيكونون ضربة في السنة هذه فعذرونا على تأخرنا في تأدية هذا الانطباع وإن شاء الله القادم قادم أفضل بإذن الله وإن شاء الله نستمر على انطباعات الأسبوعية لهذا الانمي ونشوفكم على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر